النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة ولذيذة ولا يمكن الاستجناء عنها وهي العيش او الخبز العربي بمكونات كلها موجودة في البيت وبطريقة سهلة واي حد ممكن يعملها وكمان بصوا هيبقى هش جدا وخفيف جدا وممكن تكله كده من جير اي حاجة هقول لكم كل الاسرار والتفاصيل علشان ينجح معاكم وكمان هقول لكم طريقة التسوية المزبوطة جدا بس ياريت لو عجبتكم وصفة النهاردة تدوسوا لايك ويلا بينا نشوفوا المكونات وطريقة التحضير واول حاجة هنحضرها هي الخميرة انا جبت نص كباية من المية الدفية المية لازم تكون دفية وحطيت فيها معلقة كبيرة من السكر وكمان معلقة كبيرة من الخميرة وقلبتهم كويس جدا مع بعض وصبتهم حوالي 5 دقيق علشان اتأكد ان الخميرة شغالة كويس في الوقت ده هبدأ احضر المكونات الجفة هنحتاج اربع كبايات من الدقيق الابيض يكون دقيق قوي اهم حاجة نوعية الدقيق اللي تستخدموها تتأكدوا ان هي الدقيق مخصص للمغبوزات علشان في نوعيات مختلفة للدقيق والوصفة تثبت معاكم وكمان هنحتاج كباية من الدقيق الاصمر او دقيق الامح الكامل مهم جدا ان احنا نميكس ما بين الدقيق الابيض والدقيق الاصمر وكمان هنحتاج معلقتين صغيرين من اللبن البودرة وكمان معلقتين كمان صغيرين من زيت الزتون واخر حاجة هنحتاج معلقة صغيرة من الملح كل المكونات دي هنخلطها كويس جدا مع بعض وفي الوقت ده هكون اتأكد ان الخميرة اشتغلت كويس جدا وهبدأ اضيف الخميرة على المجونات الجافة مرحلة العجن مرحلة مهمة جدا وسر من اسرار نجاح العيش لازم نعجن كويس جدا سواء هنعجن بايدنا او باي اداة لازم نتأكد ان ملمس العجينة ناعم وطاري جدا انا عجنتها حوالي 5 دقيق بالستاند ميكسر بس لو تعجنوها بايدكو يبقى في حوالي 10 دقيق ل 12 دقيقة المهم تتأكدوا ان هي تعجنت كويس جدا جدا وبعد كده بتغطوها وتصبوها تخمر في مكان دافي لحد ما حجمها يتضاعف ويبقى بالمنظر ده في الوقت ده هبدأ اقسم العجينة بعد ما اخرج الهوى اللي جواها على حسب حجم الرجيف اللي انتوا عايزينه انا في الحقيقة لان العجينة بصوا يعني بتلزق لسه وانا ده اللي انا محتاجاه العجينة لو نشفى الوصفة مش هتبقى مزبوطة خلي بالكو ان العجينة لازم تكون بتلزق حاجة بسيطة وفي الوقت ده هبدأ ارشد ايه عشان اقدر افرد العجينة بشكل كويس حجم الرجيف زي ما انتوا عايزين انا في الحقيقة بحبه حجم صغير فقسمتها لكور صغيرة وبعد ما قطعت العجينة بالمنظر اللي انتوا شايفينه هبدأ امسك كل كورة وتأكد ان هي ملمسها ناعم مهم جدا مرحلة ان انا امسك كل كورة وتأكد ان هي لمت على بعض وبقى ملمسها ناعم دي مرحلة مهمة جدا خلي بالكم المضادة وبعد ما خلصت كل الكمية عملت كل الكور اللي انا محتاجها الكمية دي عملتلي حوالي 15 رييف بس لو كبرتوا الحجم ممكن الكمية تبقى اقل هنغطيها ونسيبها ترتاح تاني 10 دقيق مهم جدا ان احنا نريحها وبعد العشر دقيق اتأكدت خلاص ان العجينة ارتحت هنبدأ نفردها هتبقى سهل جدا في الفرد معي بس وانتوا بتفردوا لازم ترشوا دقيق علشان تتأكدوا ان الرجيف ما يلزقش معنا واحنا بنفرده بصوا العجينة عشان ارتاحة بتتفرد بمنتهى سهولة مش بتحتاج اي مجهود الكمية اللي احنا عملناها دي هتتفرد بمنتهى سهولة يعني كل الكمية دي مش هتاخد حوالي 10 دقايق انا دلوقتي بعد ما فردت العيش دهنتوا بحاجة بسيطة جدا من الميا وبعدين رشيت حبة البركة ايوة حبة البركة ممكن ترشوا سمسم او ممكن تسيبوا سادة انا رشيت شوية بالحبة البركة وعملت كمان شوية سادة ممكن كمان تضيفوا زعتر او ممكن تضيفوا اي حاجة انتوا بتحبوها بس هو فعلا فعلا بيدي طعم حلو قوي لما بترشوا حبة البركة على الوش حاجة تانية هقولك عليها بالنسبة للفرد افرده بالسمك رفيع ما تفردوش بسمك كبير طيب اخر حاجة هقولكو مهمة جدا لازم تفرده على اي فوطة ما ينفعش تفرده على رخامة المطبخ او تفرده على اي حاجة بلاستيك لا علشان الفوطة بتحافز على درجة حرارة العيش وتخليه برضو يتخمر تاني في الوقت ده هبدأ اسيب العيش بعد ما فردته زي ما انتوا شايفين حوالي نص ساعة نص ساعة مهمة جدا ان احنا نسيبه يخمر لتالت مرة نص ساعة وبعد النص ساعة هشغل الفرن على درجة حرارة متين ولازم الفرن يبقى السخن المرة دي مش هنسويه على البوتجاز من فوق لا هسويه على الفرن هوريكو المنظر وهيبقى فعلا طحفة بعد ما شغلت الفرن على درجة حرارة متين ما بيخدش في الفرن حوالي خمس دقائق وهيبقى بالمنظر الرهيب اللي انتوا شايفينه ده فعلا سهل جدا وسريع ما بيخدش اي وقت خالص لو انتوا هتستخدموا العيش في نفس اليوم خلاص تمام ما تحطوش في اي حاجة وخلوه درجة حرارة الجو لكن لو انتوا الكنية دي انتوا مش هتستخدموها في نفس اليوم في الوقت ده هتسيبوه يبرد حوالي نص ساعة وبعدين تحطوه في اكياس تلاجة وتشولوه في الفريزر اول ما تحتاجوه بتطلعوه ياخد درجة حرارة الجو وخلاص واكنه لسه معمول طازة فعلا من اسهل وصفات العيش اللي ممكن تعملوها وصفة جميلة جدا سهلة سريعة وكمان مفيدة وكمان من ايديكم يعني اضمن من انكم تشتروا من برا وبس كده خلاص خلصت وصفة النهار ده اتمنى تكون وصفة الخبز العربي تكون عجبتكو وتكونوا عرفتوا بكل الاسرار والتفاصيل لعملها في البيت بطريقة سهلة ومدمونة ويا ريت لو عجبكم فيديو النهار ده تضسوا لايك وله اول مرة تشوفوا قناتي تنزلوا تحت بسرعة تشتركوا علشان يوصل لكم كل جديد واشوفكم قريب جدا على خير ان شاء الله باي باي